اهلا بكم يتميز العراق بالتنوع الاثني والديني جراء اعتبارات تاريخية وجغرافية دون ان يتسبب ذلك يوما ما في اي مشكلات امنية اجتماعية لكن قضية الاقليات طفت على السطح بحدة في العراق عقب الغزو الامريكي للبلاد في العام 2003 لا سيما بعد تأسيس مجلس الحكم السابق على اسس محاصصة طائفية وعرقية وتاليا العملية السياسية ذات الاسس الطائفية والعرقية اذ شكلت اقليات قومية او شكت اقليات قومية ودينية من تهميش دورها وعدم منحها اي تمثيل سياسي او دور في الترتيبات القادمة لبناء السلطة في العراق الجري قضية الاقليات في العراق وما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الاسئلة التالية لماذا برزت قضية الاقليات القومية والدينية في العراق بعد العام 2003 بهذه الحدة ومن هي الاطراف المنتفعة من اثارة هذه القضية واستثمارها سياسيا ولماذا كل هذا الفزع والخوف من التطرق الى مسألة الاقليات وهل ثمت محاولات لانكارها وهل فعلا اثارة ملف الاقليات في العراق يمثل توهينا لفكرة الوحدة الوطنية والوئام المجتمعي وتماسكي ضيوف الطاولة رافع الفلاحي عبد الحميد العاني صبح تومة اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي سنبحث فيها مسألة الاقليات في العراق وبروز هذه القضية بعد الغزو الامريكي للعراق ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والبحث السياسي ودكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الثقافة والإعلان فيه علماء المسلمين وسيكون معنا عبر الهاتف من باريس الأكاديمي والبحث السياسي الدكتور صبحي تومة مرحبا بالضيوف الكرام جميعا حياتكم الله لو بدنا مع دكتور رافع الفلاحي دكتور هذه القضية برزت بشكل لافت بعد الغزو الامريكي في العراق وأصبح مصطلح الأقليات وتداول بكثرة سياسيا وإعلاميا لماذا برز بعد الغزو الامريكي وبهذه الحدة وهذا الشكل اللفت بسم الله الرحمن الرحيم طبعا كما هو معروف أستاذ ماجد أن العراق يتميز بتنوع عرقي وديني فرضته طبعا اعتبارات تاريخية وجغرافية على مر تاريخ العراق وكان عاملا مثريا نعم بعد طبعا بدون أن يشكل ذلك أو سبب ذلك بأي مشكلات أمنية اجتماعية سياسية لم تحدث بسبب هذا التنوع بل كان مثلما حضرتك الشرك مصدر لقوة ومصدر لتماسك في المجتمع بعد احتلال العراق برزت هذه الظاهرة ظاهرة المقيتة هذه برزت بعد الاحتلال مباشرة برزت أم أبرزت أبرزت طبعا نعم ربما لأنه سأأتي في الكلام نعم يعني ربما وقت الشروع لها كان بقيام بول بريمر الحاكم الأمريكي سيئ الصيد بتشكيل مجلس الحكم على أسس محاصصات طائفية وأثنية فبدأ الحديث عن وجود أقليات وخرجت فرية الأقلية والأكثرية هذه التي تحدثوا فيها وكان بول بريمر حتى في كتابه عام قضيته في العراق بدأ يتحدث عن أقلية وأكثرية وقالوا لي أن المكون الفلاني شكلون القد بالمئة والمكون الفلاني كذا وعندما سئلة في ذكرى يعني ذكرى الرابع عشر للاحتلال العراق سئلة في إحدى القنوات الفضائية من أين أتيت بهذه النسب؟ قال هم قالوا لي من الذي قال لك؟ قال من جاءوا معنا هم الذي قالوا لي على ماذا استندت؟ قال لم أستند على شيء استندت على أقوالهم لكن بالاستناد على أقوالهم لم تدرسوا هذه قال لم ندرسها واستنادا على أقوالهم بنية سياسة كاملة هكذا أرادوا أن يصوروا عموما بدأوا يثيرون هذه القضية قضية أقليات وجود أقليات وكل أقلية يجب أن تبحث عن تمثيلها في المشهد السياسي ومشهد البناء الجديد بناء العراق الجديد ومثل ما قلت يعني بولي بريمر وضع مجلس الحكوم ضمن هذه المحاصصات أقلية ووضع كل ما مثل ما نعرف مجلس الحكوم 13 للشيعة 5 للسنة 5 للأكراد 1 مسيحيين 1 للتركمان أما يعني كثيرين صابئة أزيدية معرفين ولم يحصلوا على تمثيل في هذا المجلس قالوا أنهما قليات صغيرة ولم يحصلوا على المجلس بهذا الشكل بدأ بدأ الحديث عن هذه المسألة وهذه القضية أريد منها من البداية يعني واضح كان ما هو المطلوب منها أريد منها أن تفتت الشعب العراقي أن تجعل الجميع يذهبون إلى رايات صغيرة هويات صغيرة الدفع باتجاه الهويات الصغيرة هناك كانت هوية جامعة ليس فيها أي عيب أي مثلبة ليس هناك مطالبات ولا يعرف أنه هذه أقلية ولا هذه أكثرية عموماً الشعب العراقي يعني الإسلام الدين الرسمي للدولة غالبية العراقين هم من الإسلام هذه حقيقة تاريخية مسلمون والغالبية العظمى من العرب لكن هذا وضع طبيعي ولم يكن يشكل عاملاً لمنافسة شرسة واصطدام وإزاحات هذا لم يشكل شيء ولم يشكل أي مشكلة أمنية حتى في قضية الأكراد القضية الأكراد لم تكن القضية أقلية وأكثرية هناك مشكلة لمجموعة مكون قومي في المجتمع العراقي لديه مشاكل مع الحكومات العراقية المتعاقبة لاتبعد سياسي أكثر بما هي فعلاً بعد سياسي فيها ولديه مشكلات ودائماً مكانة حلول حلول سياسية باتجاههم أما الموضوع هو أريد تخريب المجتمع المساس بنسيج المجتمع فبدأت هذه القضية وكان الغرض واضح من البداية أن يدفع بالهويات الصغيرة أن الناس تحتمي بهذه الهويات عندما يفقد القانون عندما نسترجع بدايات الاحتلال سنجد أن المحتل فكك كل الدولة فكك كل مؤسسات أو المؤسسات الأمنية والإدارية كلها فكك فبقيت الدولة كلها بقية العراق كله بدون غطاء لا سياسي ولا أمني ولا إداري ولا فبقى الجميع يجب أن يبحث عن راية يحتمي بها عن جهة يحتمي بها يعني يلتج إليها فدفعوا الناس ملادات عرقية إثنية عشائرية مناطقية بدأوا الناس يبحثون عن هذه القضية مع تطور الوضع بدأنا بدأ الحديث يبدأ يكبر عن أقليات وهذا يقودنا إلى السؤال التالي أنه كيف هذه القضية يعني والسؤال لدكتور عبد الحميد العاني إثارة هذه القضية بهذا الشكل بهذه الحدة كما تطرق إلى دكتور رافا كيف خدمت مشروع الغزو الأمريكي هل القضية متعلقة بعد تفكك الدولة أن المكونات أو الإثنيات أو الحساسيات بدأت تبحث عن ملاذ آمن بعد انهيار الدولة أم أن القضية كانت مخطط لها وممنهج أن تسير بهذا الاتجاه فكيف خدمت مشروع الغزو بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم وجميع المشاهدين الكرام والأساتذ الضيوف اسمح لي أن أبدأ بمقدمتين قبل الإجابة على هذا السؤال المقدمة الأولى لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة نعم حينما جاء الرسول الكريم إلى المدينة المنورة وبدأ تأسيس الدولة الإسلامية بدأ بعمل ما يسمى بوثيقة المدينة وثيقة المدينة الدستور الذي احترم الاختلاف الديني وجمع الجميع على ما يسمى اليوم المصطلح اليوم المواطنة الجميع المسلمين المهاجرين والأنصار وحتى اليهود يشتركون في المعيشة في هذه المدينة والدفاع عنها المقدمة الثانية نتحدث اليوم في عصرنا الحاضر وبعد الاحتلال منذ الأيام الأولى للاحتلال تنبهنا في هيئة علماء المسلمين لهذا القطر والعديد من البيانات حملت تحذيرا وتنبيه للشعب العراقي من هذه المخاطر ومن سعي الاحتلال ومن معه من اللعب على هذا الوتر كما يسمى الوتر الطائفي والتقسيم والأقلنيات وغيرها تحديدا هنا أذكر في البيان رقم 50 في بدايات الاحتلال في آب 2004 حينما ضربت أو استهدفت بعض الكنائس وذكرنا في البيان بيان طويل لكنه اسمح لي هنا أن اقتبس من هذا البيان جملة منه أنه لماذا وقع مثل هذه الحوادث أنه قلنا أنه هذا محاولات يائسة لاستهداف وحدة العراق وذكرنا أيضا أن هذه هدفها إيقاد الفتن بين أبناء الشعب الواحد وإبقاء البلد وهذا هو الغاية إبقاء البلد في حال من الفوضى لخدمة مصالح المحتل في البلد وتلتها كثير من البيانات نأتي الآن إلى سؤالك الكريم نقول أيضا هنا ما هو مشروع الاحتلال في العراق مشروع الاحتلال يعني دعنا من الشعارات التي هي الديمقراطية والتحرير وغيرها المشروع الحقيقي ما أعلن عنه قادة الاحتلال الأمريكي على لسان بوش ومن معه هو الشرق الأوسط الجديد وتقسيم العراق بالتالي هنا لا بد من إيجاد بديل عن المواطنة المواطنة حينما يكون هناك هوية جامعة للعراقيين جميعا وهي الوطن سينتبه الناس جميعا إلى الدفاع عن هذا البلد إلى هذا الوطن ويحرصون عليه ويدفعون كل ما يؤدي إلى الإضرار به جاءوا بالبديل وهي الأقليات والطائفية والمحاصصة وغيرها حتى يكون اهتمام كل مجموعة من الناس لهذا الشعار أو لهذه الراية الفرعية الإلهاء والإشغال عن الهدف إنشغال عن الهدف الكبير والإنشغال بالحماية الجزء وحتى يكون هناك نوع من التنافر ومن الصراع فيما بينهم البلد هنا وفي هذه النقطة تعديدا هل كان هناك ثمة استجابة مجتمعية لهذا المخطط لهذا التوجه من قبل الغزو هذه نقطة تنفع بالنهاية وإضعاف أيضا الجانب الآخر المقاوم المناهض الرافض بالتالي نعم لأنه كان للاحتلال له أدوات كثيرة هذه الأدوات هي التي عملت على هذا التحقيق هذا الهدف وكانت عامل مساعد لتخدير الشعب العراقي ولإلهائه بهذه الهداف طبعا هناك عدة عوامل خدم بعضها البعض منها شماعة الإرهاب ومنها الحفاظ على هذه الرايات الإثنية والقومية والأقليات والمذهبية وغيرها فحدث هناك انشغال بهذا الأمر عن الهدف الأكبر ثم هناك هذا يكون أداة أيضا لصناعة صراع داخل هذه المكونات الشعب العراقي نفسه وهناك يكون هناك صناعة حقد وكراهية لدى أبناني لدى جيل هذا الحقد وهذه الكراهية يمكن أو يجعل من هؤلاء الناس قنبلة موقوتة جاهزة للانفجار في أي لحظة من لحظات التي يريدها الاحتلال وهذه طبعا لحظة تخدم الاحتلال ومشروعي نتحول الآن إلى باريس مع الدكتور صبحي توم مساء الخير دكتور صبحي مساء الخير ونحن نتحدث عن قضية إبراز مسألة الأقليات والتقسيمات الإثنية والعرقية في العراق بعد 2003 وتقسيم الشعب العراقي على أسس هذه التكوينات كيف تم ترسيخ مفهوم الأقليات وأيضا التقسيمات الأخرى في الوعي المجتمعي وجعل هذه النقطة والحفاظ عليها هدف أسمى وأعلى من قضية الحفاظ على الوطن على الوحدة الوطنية على الانسجام المجتمعي الذي كان موجودا قبل 2003 الهجمة التي تمت على العراق من قبل الدول الكبرى الدول العظمى أتت على الأسس التحتية للدولة هدمت الدولة وأيضا هدمت هشمت العلاقات الاجتماعية المواطنين حينما تتفكك الدولة ولم يوجد هناك دولة يهتمون أما بالعائلة أو بالقبيلة أو بالعشيرة وهذا مكان تتمناه الجهات التي احتلت العراق لا سيما وإنها كانت قد هيأت الجو قبل إعلان الحرب بتهيأة الناس وإقناعهم بأنهم مفطهدين ومسلوبين وربما هم منبودين لاعتبارات طائفية وهذا لم يكن حقيقيا دكتور عملية الاضطهاد أو سلب حقوق الأقليات الثقافية أو السياسية أو إعطاها دور يتناسب مع وجودها في المجتمع لم يكن هذا حقيقيا ما عرفته أنا عن العراق أثناء وجودي وثم بعد فروجي من العراق أنه في العراق لم يكن هناك تمييز على أساس طائفي مسألة طائفية هو افتحال جاء به لكي يتم مشروع الاحتلال ومن الأسف الكبير أنه العراقيين بمحتلف انتماءاتهم انساقوا لهذا المشروع وهذا ليس ذنب العراقيين في كل الدول التي حصلت بها هجمات تفكيتية مثل ما حصل في يغوسلابيا سابقا تحولت الناس إلى طوائف وقبائلهم القضية أنه بعد الاحتلال من الاحتلال حد الآن مضى ما يقارب 14 عام خلال هذه الفترة لم تتمكن السلطة أو لم ترغب بالقضاء على الدوافع التي قادت إلى نشوء خصومة طائفية والعراق سيبقى ضعيف وسيبقى مهدد إذا لم يتم بناء المجتمع ورص الصفوف على أساس الاعتراف والتقيف بحقوق كل المواطنين بحقوقهم الفردية كمواطنين وحقوقهم الثقافية إذا لم تقم بذلك الحكومة فالعراق يبقى تحت هيمنة أي قوة تأتي وتسيطر علي السلطة دكتور هي التي تستثمر في قضية الطائفية وكما ذكر بها العراج نائب رئيس الحكومة في حقبة المالكي قال نحن أتينا لم يكن لدينا مشروع وإنما استثمرنا في القضية الطائفية والإثنية وكان هذا هو استثمارنا وكان هو هذا الرأس المال السياسي فكيف تصل على السلطة أنا أظن أنه هو استثمار وهو مشروع وبقي كمشروع الآن المتابع والمراقب للأوضاع السياسية ينظر إلى الاستفافات بالتهيئة للانتخابات إنها استفافات طائفية وهذا المشروع لم تتخلى عنه السلطات الحكومة لم تتخلى لكنها هي في خطأ كبير لأن البقاء على هذا النهج لن يخلق فقط مشاكل مع الأكراد بس يخلق مشاكل مع الجيران وعملات الأطراف الأخرى لأنه نظام طائفي لا يمكنه التعامل مع القوى الأخرى إلا على أساس طائفي نعم دكتور رافل فلاحي قضية إثارة الأقليات والبكاء أو التباكي على حقوق الثقافية أو السياسية التي كانت مهضومة بفعل الأنظمة الدكتاتورية إثارتها بعد 2003 هل أعيدت هذه الحقوق السياسية والثقافية لهذه الأقليات؟ هل أنجزت العدالة؟ هل عوضت هذه الأقليات عن الأزمنة الغابرة التي هضمت فيها حقوقها؟ والآن تقف على قدم المساواة جميعا في دولة المواطنة؟ أنا أشكرك أستاذ ماجد على هذا السؤال لأنه هذا في لب الموضوع الذي نتحدث به نعم وهو ما يجيب ربما عن كل الأسئلة نعم إذا كان وريد أن أقول هذا إذا كان العراق الجديد وفقا للتسمية الأمريكية نعم وفقا للتسمية الاحتلال الأمريكي ما بعدها عام 2003 والتي تبنتها كل الحكومات والأعزاب والقوى المشاركة بالعملية السياسية والتي أسست الحكومات المتعاقبة من عام 2003 إلى حد الآن تبنت هذه التسمية العراق الجديد إذا كان أقول إذا كان العراق الجديد قد جاء من أجل الانتصار لمن أسموهم أقليات وإعادة حقوقهم وأن يعيشوا برفاهية مثلما يعني سئلة حضرتك طيب هم سمّوا المسيحيين أقلية سمّوا الصابع أقلية الأقليات الدينية هذه يسموها المسيحيون في العراق كانوا أكثر من مليون ونص مواطن نعم ما موجود الآن في العراق يقل عن مئتين ألف مواطن مسيحي نتكلم قبل 2003 وبعد 2003 نعم أنا أتحدث قبل 2003 كان عدد المسيحيين أكثر من مليون ونص الآن لا يتجاوز عددهم مئتين ألف الصابع الذي كانوا يشكلون يعني عددهم يتراوح قبل الاحتلال بين السبعين إلى خمسة وسبعين ألف مواطن الآن أقل من ثلاثة مواطن وكلهم يتطلعون إلى الخروج من العراق والهجرة هذه طيب أين الحقوق أين الانتصار للأقليات ما الذي جرى لماذا جرى هذا الموضوع وأنا نتحدث عن يعني أخوتنا المسيحيين كنا نتعايش في المجتمع يشاركون يعني حتى في أعيادنا الدينية مناسباتنا الدينية كمسلمين يشاركون ونحن أيضا نشاركهم في أعيادهم بشكل بسيط وعادي وطبيعي ومن غير بهرجة الآن من المضحك يعني أنا شاهد مشاهد مضحكة أن يشاهد يعني المسيحيون في المواكب الحسينية هذه ظاهرة غريبة حقيقة مضحكة يعني عندما تكون طبيعية في المجتمع أن تشارك في عيدة أن تهني في عيدة ويهنيك في عيدك ويشاركك أفراحك وأحزانك وتلاحم مجتمعي طبيعي أما أن يعني يشكل المسيحيين يشكلون مواكب حسينية وهذه قضية غريبة عجيبة أن يشكلون ميليشيات تأتمر بأمرة إيران وبالأحزاب الشيعية هذه قضية غريبة يعني من الغرابة بالشيء طيب إذا كنتم أنتم حريصين على الأخوة المسيحيين من هجر؟ طيب داعش جاءت في 2014 تركنا من هذا الموضوع لكن نحن نتحدث من عام 2003 مما بعدها المسيحيون كانوا في البصرة من هجر؟ من هجرهم من البصرة؟ الصابعة كانوا في العمارة من هجرهم من العمارة؟ من هجرهم من بغداد؟ وهكذا أنت وصلوا قضية أريد أن أقول أنه قضية الأقليات قضية سياسية قضية صناعة سياسية ليست صناعة مجتمعية أريد منها غايات سياسية أهداف معينة سياسية وبالتالي الكل صاروا أقليات يعني الآن عندما التحدث تجد حتى الأكراد بعد الاستفتاء الآن وعاملوهم كأقلية السنة في العراق كماذا؟ يعاملوهم كأقلية وهذه كارثة والعراق تحول كله إلى أقليات وهذه الأقليات في لحظات ترقب دائم للمواجهة للموت للقتل للملاحقة هناك خمس ملايين عراق يخرجوا من العراق هناك نازحين هناك كلهم بأسباب طائفية طيب وين الانتصار إلى الأقليات؟ حتى من كانوا يتباكون عليهم الكرد الفيلية قالوا أن النظام السابق ليس دفاعا عن النظام السابق ولا أنظمة السابقة كلام تاريخ نحن نتحدث عن وقاع نظام السابق هجرهم باعتبارهم تبعية إيرانية ماشي خطأ هذا؟ نعم ماشي يعني ننتجادل به ماذا فعلتم لهم؟ الآن هم أسوأ حالا مما كانوا عليه سابقا ما هذه أقلية أنتم دافعتم؟ من يعتبرهم الأغلبية السكانية في العراق الآن الشيعة مثلا كيف حالهم الآن؟ لا هذا وصلنا إلى حالة أن الصراعات هذه ستصل إلى الحد مثلا سنجد يوما مثلا جماعة الصدر هم أقلية سيكونون أقلية وسيحاربونهم نعم وسيحاصرون ويحاربونهم ويهجرونهم ويقتلونهم وهكذا إذن الغاية أن هناك بذرة هناك نظام أسسة لأن يجعل انفتت العراق بقضية الأقليات هذه لذلك أنا أقول هي صناعة ليست تكويناً مجتمعياً لم يكن المجتمع العراقي يعرف هذا الموضوع إلا بالصناعة السياسية التي حصلت بعد 2013 وهذا ما سننخش عن قضية أنه هل الأقليات العرقية أو الدينية كانت تعي أنها استثمرت كورقة في مشروع الغزو الأمريكي هل كانت تعي أم أنها لا تعي أم أن الظروف كانت أقوى منها ولذلك ربما صارت بهذا الطريق بلا إرادة بعد هذا الفاصل سنعود لإكمال النقاش في قضية إثارة الأقليات في مرحلة ما بعد الغزو الأمريكي يبقوا معنا ترجمة نانسي قنقر أهلاً بكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة التي تبحث في مسألة الأقليات أو إثارة مسألة الأقليات في العراق بعد عام 2003 ضيوف طاولة دكتور رافا الفلاحي وعبد الحميد العاني ودكتور صبحي تومى من باريس دكتور صبحي هل الأقليات كانت تعي أن قضيتها تستثمر سياسياً بيد أطراف داخلية وأطراف خارجية في إطار المشروع السياسي للغزو الأمريكي أم أنها لم يكن أمامها من خيار آخر ولذلك سارت في هذا الطريق أو استجابت أو تناغمت بطريقة أو بأخرى مضطرة صاغرة وليس راغبة هل القضية كانت تعي أم أنها لا تعي؟ الحقيقة ما حصل من 2003 واللي حد الآن هو كارثة كبرى لم تمر بها البلدان والشعوب إلا في حالات نادرة الأقليات في العراق كلها تصرفت خلال الحقبة عشية الهرب وبعد الهرب تصرفت بشكل وطني متماسك هناك جهة كانت تصب إلى السلطة وهذه الجهة بالتفاهم مع القوى الدولية قيل لها أنتم مظلومين ومستهدين سنعطيكم السلطة والاحتلال اعتمد على هذه الجهة وفي هذه الحالة بقية المكونات المجتمع العراقي تم اضطهادها ولم يسلم منها جهة واحدة والآن لا توجد هناك جهة سلمت من هذا والمتحدث الذي سبقني كان يقول هذا في البلدان التي تسود بها الطائفية بهذا الشكل لا ينجو منها أي موانطن سينقلب الأمر على الجميع وحتى من يعتبر نفسه هو أكثرية وبيده السلطة سيدفع ثمن هذه السياسة الأقليات بالعراق بدأت تهرب يعني الخيار الوحيد الذي ترك لها هو ترك بلدها والهجرة وهذه هي الكارثة الكبرى أوصلوهم إلى هذا الحد دكتور في هذا الجانب يتساوى في هذا قضية الهروب أو الهجرة أو الترك بلد يتساوى فيها الأقليات والأغلبية الكل يتطلع إلى الهروب من البلد صحيح فأنه من تم استخدامه ومن تجاوب أنا سمعت أنه هناك اتهامات مثلا بدل المسيحيين أنه تجاوبوا مع الغرب لأنه هناك انتماءات دينية مشتركة الحقيقة مع أن أراقبه أنه الغرب أهمل الأقلية المسيحية ولا يوجد لديه إحساس بوجود هذه الأقلية لهذا السبب الوطن هو الحامي الحقيقي للمواطنين كأفراد وأقليات الوطن وهنا يستلب منهم الوطن والناس تهرب وأنا متأكد إذا هذه السلطة أولا تحتاج إذا سمحت لي بملنحبة قصيرة في العراق بعد الكارثة يجب إعادة النظر بالفقرات التي تتعلق بشؤون الأفراد والأقليات إعادة كتابتها إذا ما أرادوا الحراقيين إعادة كتابة الدستور كله فهذه الحاجة ضرورية يجب تثقيف من هو في السلطة ومن هو متنفذ في المجتمع في محتوى هذه الفقرات وإجباره على احترامها وأن لا فلا يوجد هناك من حل ما تبقى من المسيحيين سيترك واليزديون سيتركون وربما الأكراد في وضعهم الحالي لا زالوا متماسكين لأسباب سابقة وانكررناها لكن حتى الأكراد وحتى السنة مهددين في وجودهم وحتى هم الشيعة سيكونون مهددين في وجودهم إذا لم يتفهموا هذا الخبر نعم وذلك حتى الجنسية العراقية هي الجنسية رقم 2 بعد السوريين في الهجرة إلى أمريكا وأوروبا وبقية البلدان دكتور عبد الحميد العاني يعني ثمت حرص من العملية السياسية شركاء على الاستثمار في هذا الجانب في الجانب الأثنيات الأقليات التقسيمات الطائفية كانتونات اجتماعية وكأن هذا المشروع لن يكتب له الحياة والنجاح والاستمرار إلا في الاستثمار بهذه البيئة التفتيتية التقسيمية يعقل بعد 14 سنة ليس هناك من مشروع أو استثمار إلا في هذه القضية يعني ذكرنا نحن في أكثر من مرة وأشار ربما دكتور رافع في البداية هذا المشروع مشروع الحاضي قام على أسس المحاصصة هذه المحاصصة الطائفية والإثنية وغيرها جعلت من هؤلاء القائمين المشاركين فيها يحرصون على هذه المحاصصة هناك حقيقة يتجاهلها هؤلاء المشاركون وتتجاهلها الدول التي تتعامل معهم أن هؤلاء قد عينوا تعينا من قبل الحاكم الأمريكي بريامر في مجلس الحكوم وذكرنا ذلك أيضا في حلقات سابقة وهذا التعيين يتنافى مع مبدأ من مبادئ ما يسمى بالديمقراطية وهو الانتخاب هؤلاء المعينون الذين أصبحوا خالدين إلى الآن في هذه العملية حرصوا على أنه يلعب دائما على هذا الوتر أو كما يقال بهذه الورقة ويعزف على هذا الوتر الوتر الطائفي لماذا؟ لأنهم كما ذكرنا قبل قليل يجعلون الشعب منشغلا بهذه بالحرص على الهوية الفرعية ويتناسون المشكلة الكبيرة هذا ماذا ينتج عنهم؟ ينتج أن السياسي حينما يحرص على هذا ويبدأ دائما يركز عليه فإنه يضمن ديممته ويجعل الشعب العراقي يتخندق طائفيا وقوميا ودينيا لإعادة انتخابه وهذا ما سمعناه من بعض من يفتي لهؤلاء السياسيين باسم الدين أنه خدمة للمذهب خدمة للدين خدمة للقومية احرصوا أو أعيدوا انتخابهم بعد 18 سنة هل لا زال هذه البضاعة رائجة في سوق العراق السياسي المشكلة يعني نحن نسمع هناك وعي الشعب العراقي لديه وعي لكن المشكلة أنه هذا الوعي هل وصل إلى حد التغيير أم لا يزال يراوح ولا يزال المخدعون والمنخدعين بهذه الألعاب هم الذين الغالبية وهم الذين يؤثرون في المشهد إلى الآن نحن نرى أنه لا يوجد تغيير والضحية يعني المفارق هنا أن الشعب العراقي هو الوسيلة وفي نفس الوقت هو الذي يجني آثار هذه العملية كلها لماذا؟ لأن هؤلاء الفاسدين الذين هم يصفون أنفسهم بأنهم فاسدين وأنهم مرتشون وأنهم وأنهم هم أنفسهم الذين يعيدوا الشعب انتخابهم ثم بعد ذلك يستمرون في هذا النهب وفي هذا الفساد فمن ينعكس ذلك ينعكس على الشعب العراقي من عدم الخدمات بضياع الأمن والأمان وبضياع جميع الحقوق وبالتالي لا أقلية منتفعة ولا أكثرية منتفعة لا هذا الدين ولا تلك القومية المنتفع الوحيد هو هذا السياسي لذلك يحرص عليها حرصا تاما لأنها تضمن استمراريته في هذا الكرسي واستمرارية فساده ونهبه لأموال الشعب دكتور رفعب ثم تخوف وفزع من إثارة هذه المسألة قضية الأقليات حقوق الأقليات التقسيمات الكنتونات الاجتماعية طائفية عرقية لماذا كل هذا الفزع والخوف عندما تطرح قضية للنقاش العام على العلم تقصد من الحكومة واطراف الحكومة لا من الذين من الآخرين الذين في موقع المناهض لمشروع الاحتلال من الذين حريصين على هوية وطنية جامعة على انسجاب مجتمعي هناك فزع هناك أقليات ولها حقوق سياسية وثقافية ودينية يعني هل تم تإنكار لهذه الحقوق أم أن القضية الخوف من توظيف سياسيا لا أبتان مثل ما قلنا العراق قبل 2003 كانت الأقليات موجودة كان هذا التنوع الديني والمذهبي والعرقي موجود في العراق لكنه لم يشكل مشكلة في العراق لم يشكل مشكلة أمنية ولا سياسية ولا مجتمعية وبالذات مجتمعية إذن كان هناك هوية واحدة تجمع الكل لأن ليس هناك توظيف سياسي لهذه المسألة الآن الحديث عنه خوف من التوظيف السياسي وهذا ما حدث بعد 2003 التوظيف السياسي هذا لم تعمل عليه فقط القوى التي تحكم العراق الآن القوى السياسية وقوى عملية سياسية وقوى حكومية أبدا يعني دعني أتحدث أيضا عن القوى الدولية تحدث عن الأمم المتحدة مثلا الأمم المتحدة نعم نقلت مئات الآلاف من العوالي العراقية إلى دول الغربة نقلتهم للتوطين أو كذا لكنها يعني ومشفوع هذا بقدر هائل من الشفقة عليهم لكنها لم تقل أبدا ببيان معين ومحدد وواضح من المسؤول عن اضطرار هؤلاء لترك بلدهم لترك كل تراثهم لترك تاريخهم لترك حياتهم لترك بلدهم وطنهم والذهاب والقبول الذهاب إلى أبعد دول الدنيا كثير من العراقين ذهبوا إلى أمريكا الجنوبية في كل مبقاة إلى كندا إلى أستراليا إلى بعين نيوزيلندا في أبعد أمريكا وهذا أيضا لم تقل الأمم المتحدة وأمريكا التي نقلت استقبلت الهاربين من الموت هي قالت وقالت من الأقليات لكنها هي المسؤولة عن إثارة هذه الأقليات لم تقف لتمنع القتل وانتهاك الحقوق ما هي الدولة المحتلة التي مسؤولة عن كل شيء وفي عهدها وما زال عهدها باقي وما ظلتها تحمي كل هؤلاء الذين يحكمون العراق لحد الآن لم تفعل شيء لحماية حقوق الناس حقوق الأقليات مثل ما سمتهم حقوق المجتمع تماسك المجتمع بالعكس كان بإمكانها أن تقوم بهذه المهمة بالتأكيد كان بإمكانها أن لا تلعب بهذه المفاتيح هي لعبت بهذه المفاتيح هي جاءت مخصوصا لكي تعبث بهذه المفاتيح المجتمعية وضغطت عليها بشدة لكي ينفجر الوضع إلى الحال يعني لماذا لم تمنع تهجير المسيحيين لماذا لم تمنع تهجير الصابعة لماذا هضمت حقوق السنة وهي تتفرج لماذا ساهمت كثير هذا كله أفقار العراق وفسادة وخرابة ودمارة كل هذا رهن إرادة لإيران وغيرها هذا كل جزء من السياسة الأمريكية أما تستقبل الهاربين من الموت والقتل هذه قضية لكي تبرز جانبها الحنون والإنساني الكاذب والزائف مقابل هذا أيضا دعنا نتذكر أن أمريكا جاءت هي من بنى في بغداد مثلا كنا نتذكر هي من بنى حيطانها وهذه الجدران الجدران العازلة كانتونات كانتونات بين السنة والشيعة من يعرف هذه الجدران هذه الجدران الفصل الديني والمذهبي والعنصري اللي فعلته أمريكا هذا جزء من ترسيخ هذا الهويات الصغيرة كانت تترك مجاميع تهجم على مجاميع أخرى وتشجعها تعطيها مظلة القضية ليست عبارة عن إجراءات أمنية بحتة أبدا 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 كانت لعبة يمارسونها لكي يثيروا أطراف معينة كانت هناك تفجيرات معينة أنا حدثني أحد القادة العسكريين وكان يعني وحتى فيه برنامج وعرضة قال ذهبت مرة إلى منطقة التاجي وجدت الأمريكان واضعين مجموعة من الهاوانات متجهة يقولوا أنا قائد أعرف فوهة هذه الهاوانات وين القذيفة ستقع أين ستسقط هذه القذيفة فسألت لماذا هذه موجهة إلى فضحك أحد الضباط وكان يعمل معهم هذا الضابط العسكري الكبير والرتبة كبيرة وبعض هذه بعض الهاوانات وهوانات أخرى موجهة باتجاه آخر وعندما سألته ما هي هذه المناطق قال الهاوانات موجهة للكاظمية وهوانات موجهة للأعظمية تضرب هنا وتضرب هناك ويتهم هذا الطرف ويتهم في بداية 2003 كانت الغاية منها إثارة هذه النزعات الطائفية هذه جزء من هذه اللعبة لعبة الأقليات والطائفيات التي أثيرت وبالتالي تبنتها أحزاب وقوى العملية السياسية وكانت هي سندها وهي قالوا مثلما أشرتي إلى بها العرجي قال جئنا بدون غطاء شعبي لم نستند إلا إلى الطائفية اتكزنا على الطائفية واتكأنا عليها وهي من حمتنا وحملتنا إلى السلطة هكذا وشكلت ميليشيات بهذا العنوان لحماية المكون الفلاني لانتقام من الأقلية الفلانية من التهجير من أخذ بيوت المسيحين في الكرادة من أخذ بيوت المسيحين في البصرة من أخذ بيوت السنة في بغداد من أخذ أراضي الناس في وهذه القضية مخطط لها أريد لها أن تعبث بالمجتمع بهذه الطريقات هذه حقيقة دكتور صبحي تومان يعني أين تكمن الخطورة أو النقطة الأخطر في عملية استثمار أو إثارة مسألة الأقليات واللعب على هذا الوطر الحساس والاستثمار فيه الخطورة هو أنه العراق سوف لن يتمكن أن يستحيد عافيته كدولة في ظل هذه الأجوة بدون التماسك والتكافل الاجتماعي لكل المواطنين لن يتمكن العراق من الخروج من هذه المأساة بعض الدول الكثير من الدول الأوروبية عرفت مراحل دموية في زمن سعود النازية والفاشية ولكنها بعد انتهاء الحرب تمكنت بالاعتماد على احترام حقوق الأفراد وتشجيع العلاقات الإنسانية بين البشر استتمكنت من جديد أن تبني مجتمعات وتبني حضارة مجددا في العراق لا يوجد هناك مؤشر في الأفق وهذا هو ما يؤسفنا أكثر هو هذا لا يوجد في الأفق رغبة أو نية أو قناحة حقيقية بأنه يجب القضاء على هذا النهج والاعتماد على نهج حقوق المواطنة والاعتراف به هذا إذا لم يحصل العراق يبقى بلد ممزق ويمكن هيمنة أي واحد من الجيران عليه أن تتحقق بسهولة هذا الخطر الضائسي العراقي العراق يمكن له أن يعيد بنا العلاقات الاجتماعية نعم أشكرك دكتور صبحي تومة شكرا جزيلا الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور صبحي تومة كنت معنا من باريس شكرا جزيلا دكتور عبد الحميد العاني كيف لصناع الرأي علماء نخبة طبقة مثقفة أكاديميين توفيت الفرصة على المستثميرين السياسيين في هذه القضية وترسيخ مفهوم المواطنة كرابطة ووشيجة بين المجتمع رابطة مجتمعية رابطة وطنية بعيدا عن هذه الروابط أو الهويات الفرعية الصغيرة يعني واجب الدعاة وواجب قادة الفكر عموما هو التنبيه المواطنين الشعوب الشعب العراقي جميعا على مخاطر هذه الهويات الفرعية والتأكيد والتركيز على الهوية العراقية الجامعة لأنه لماذا لأنه يجب أن يدرك الشارع العراقي مخاطر هذا الأمر فهي أفضل يعني هذه الهويات الطائفية والأقليات وغيرها هي أفضل وسيلة يستخدمها الاحتلال والأجنبي لتفتيت الشعب العراق تفتيت اللحم الاجتماعية وإذا تفتت وزاد الاضطراب يكون هناك سهولة التجديد الذين ليس لديهم انتماء وطني ليكونوا مرتزقة لتنفيذ أدوات تخريب هذا البلاد هذا واجب الجميع زيادة الوعي ولكن الشعب العراقي ليس قليل وعي بهذه المسألة لكن عليه أنه لا يستجيب للدعوات الثانية يجب أن يحصل نفسه من الدعوات التي تحاول أن تجعله أداة لخدمة السياسيين يجب أن يكف الشارع العراقي الشعب العراقي أن يجعل من نفسه أضحوك والعوبة بيد السياسي الذي يستخدمه أداة لتثبيت كرسي السياسي ويجني الآثار السلبية هو الشارع العراقي أو الشعب العراقي نفسه لا بد أن تنتهي هذه المأساة والكلام والرأي والقرار بيد الشارع العراقي مهما تعالت أصوات الآخرين سواء سياسية وقوة عسكرية وغيرها فالكلمة الأولى والأخيرة للشارع للشعب العراقي أشكرك دكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الثقافة وللانفية علماء المسلمين وأشكر أيضا دكتور صبحي تومة الأكاديمي والباحثة السياسي الذي كان معنا من باريس عبر الهاتف كان معنا في هذه الحلقة التي بحثت في مسألة إثارة الأقليات العراقية والطائفية في العراق بعد الغزو الأمريكي له في العام 2003 بعد الفاصل نتوقف مع دكتور رافع الفلاحي ليرفودنا بخلاصة ما جرى من نقاش في هذه الحلقة إذن القضية دكتور إثارة مسألة الأقليات استثمار سياسي أكثر مما هو حرص على الحقوق الثقافية والسياسية لهذه الأقليات وبالتالي لابد من وعي من قبل هذه الأقليات من قضية الإنجرار في هذا المسار الذي لن يعود بفائدة لا عليها ولا على العراق جميعا بالتأكيد استاذ ماجد هذا ما تحدثنا به خلال برنامج طاولة هذا البرنامج متميز حقيقة طاولة الحوار هذا ما كان حوارنا الأقليات صناعة سياسية في العراق الأقليات صناعة سياسية بامتياز وليست تكوينا مجتمعيا أبدا العراق لم يعرف هذه قضية الأقليات وهذه الظاهرة التي نتحدث عنها الآن إلا ما بعد عام 2003 ثلاثة عام احتلال العراق الحديث في الأقليات في العراق أنا أعتقد هو مجرد نفاق سياسي القوى السياسية تتحدث عن هذه القضية مجرد نفاق سياسي هذه القوى لم تراعي هذا الحديث لم تراعي ولا ثمارة وطنية له أبدا أبدا هذا حديث تفتيتي تخريبي الآن لو تحدثنا عن الأقليات الدينية والمذهبية سنجدها باتت معدومة ستوضح في المتحف مثل ما فعلوا مع الهنود الحمر في أمريكا جزء من التاريخ جزء من التاريخ في أمريكا الهنود الحمر عندما يتحدثون عن سكان أمريكا الأصلين يأتون بشخص أو شخصين يلبسونهم الملابس القديمة البنود الحمر ويجلسونهم أمام خيمة والناس تتفرج عليهم كنموذج لتاريخ انتهى هكذا أريد للعراق أن يمزقون هذا النسيج هذا عندما تحدثنا وفي طاولة الحديث وكل الأساتذة التي تتحدثوا تحدثوا عن أن هذه ما يسمونه الأقليات هذه التكوينات المجتمعية هذا التنوع المجتمعي هذا مصدر ثراء مصدر قوة المجتمع العراقي لذلك تهدف بهذه الطريقة لتمزيقه واستخدم سياسيا لأغراض معينة والغرض الأساسي منه هو أن تتواكب مع مشروع احتلال العراق وليس حرصا على هذه الأقليات تدميري أبدا أشكرك دكتور نلتقى إن شاء الله في الأسواق القادمة شكرا جزيلا